الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني طالب العلم ومرحبا بك ابنتي طالبة العلم مرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الإسلامية وتحديدا في مقرر التوحيد اليوم يا أبنائي بإذن الله عز وجل نستكمل الحديث في هذه الوحدة الرائعة التي جاءت بعنوان مهرفة النبي صلى الله عليه وسلم أخذتم بالدروس السابقة بعض ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المعلومات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نعم هذه الهجرة يا أبنائي لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لماذا ومن كان معه في هجرته إلى المدينة هل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا أم أن هناك من هاجر معه من أصحابه وأيضا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر في المدينة ما أهم الأعمال التي قام بها في المدينة وما هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نأتي على بيانها بحول الله عز وجل وقوته قبل أن نبدأ أبنائي هل الكتاب موجود؟ أحسنتم هل القلم موجود من أجل التعليق والمتابعة والإجابة؟ أيضا أحسنتم إذن دعونا نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم نشرع في درسنا لهذا اليوم كما ترون أبنائي موضوع الدرس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذه هي الوحدة الثانية التي جاءت بعنوان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو رابط الدرس الرقمي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله الأهداف جرت العادة أبنائي وبناتي أننا نحدد الأهداف سوياً ليس كذلك؟ نحدد أهداف الدرس سوياً قبل أن نبدأ في الدرس حتى نعرف ما الذي نريد أن نحققها من الدروس الأهداف أن نبين سبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة نعم لماذا هاجر النبي إلى المدينة؟ نريد أن نتعرف على السبب أيضاً من أهدافنا أن نذكر الصحابي الجليل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من هو هذا الصحابي الجليل؟ الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وكان معه في الغار من هو هذا الصحابي؟ نريد أن نتعرف عليه أيضاً أن نعدد بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرة جداً ونحن نريد أن نعدد بعض هذه الأعمال أيضاً من أهدافنا أبنائي وبناتي أن نعدد بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيضاً نريد أن نعدد بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الأهداف ومنها ننطلق بحول الله سبحانه وتعالى للتمهيد أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية وقد صاحبه في هجرته أفضل أصحابه رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رأيتم؟ طيب هذا ما يتعلق بالتمهيد إذن صاحبه أفضل أصحابه من هو؟ سنأتي على بيان ذلك لكن ابتداء ما سبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ دعونا نتعرف عن السبب لما اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة وكان كثير من أهلها قد أسلموا وقبلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم؟ هذا إذن هو السبب اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة آذوه فأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينتقل ويهاجر من مكة إلى أين؟ إلى المدينة نعم أمره الله عز وجل أن ينتقل ويهاجر من مكة إلى المدينة إذن لو سئلنا يا أبنائي وقيل لنا أذكر سبب هجرة الدبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما الإجابة؟ ها أريد أن أستمع منكم جيد أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي وبناتي أحسنتم وأجدتم طيب نشاط واحد أذكر اسما آخر للمدينة يا أبنائي المدينة لها عدة أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أريد منكم أيها الرائعون والرائعات أن تذكروا اسما آخر لمدينة أسماؤها كثيرة جيد أحسنتم بارك الله فيكم من أسمائها طيبة من أسمائها طيبة نعم وأريد منكم أن تذكروا غير هذا الاسم أريد منكم أيها الرائعون والرائعات أن تذكروا غير هذا الاسم والأسماء كما قلنا كثيرة جدا طيب الآن هناك سؤال يسأل سائل ويقول يا أستاذ قد شوقتنا لمعرفتي من كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من هو يا أبنائي من يجيب هذا السائل جيد أحسنتم كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحسنتم بارك الله فيكم إذن رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيب يدل هذا على ماذا يدل هذا على شيء النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق في هجرته يدل هذا على أمر على ماذا يدل من هذا الطالب الرائع الذكي الذي سيجيب وكلكم كذلك بإذن الله أحسنتم جميعا وأجدتم جميعا هذا يا أبناء يدل على فضل ومكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذن يدل هذا على فضل ومكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طيب في النشاط الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال من الذي قال النبي أحسنتم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أقرأ مع مجموعة الحديث ثم نكتب فائدتين من الحديث نعم يا أبناء هذا الموقف العصيب موقف عصيب تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صاحبه أبو بكر الصديق مهاجرين من مكة إلى المدينة وتبعهم بعض من تبعهم من كفار قريش ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه للغار مستخفين من كفار قريش وكفار قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه معه وهم في الغار وكفار ينظرون ويبحثون وقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه فقط لو أخفض رأسه ونظر لموضع قدميه لرآنا لاحظوا لاحظوا يا أبناء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما في هذا البوضع وفي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نستخرج فوائد عديدة نريد منكم أيها الرائعون أن تذكروا فائدتين طيب أروني ما لديكم من إجابات رائعة يا أبنائي جيد هذه فائدة نريد الأخرى أحسنتم بارك الله فيكم من الفوائد أبنائي وبناتي أن صدق التوكل على الله عز وجل من الجي العبد من المخاوف والأخطار نعم صدق التوكل على الله أنكون صادقا في توكلي على الله بمن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه ووقاه من جميع المخاطر والمخاوف هذه فائدة وأريد منكم أيها الرائعون والرائعات أن تذكروا فائدة أخرى وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى أهل لذلك ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي لنتحدث عن بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة واستقر فيها تعلمون أبنائي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة طيب أريد منكم قبل أن نتحدث سويا أريد منكم أن تذكروا وتتذكروا بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جيد وأيضا ممتاز وأيضا ها يا أبناء الأعمال كثيرة أحسنتم وأيضا بارك الله فيكم أحسنتم 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 نقول من الأعمال إقامة دولة الإسلام إقامة دولة الإسلام وأيضا بناء مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم وهو أول عمل قام به في المدينة لاعظوا يا أبنائي أول عمل قام به في المدينة أن بنى مسجده الشريف المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم كذلك من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العمل والأمر ببقية شرائع الإسلام نعم نزل شرائع الإسلام بعد ذلك إذن يا أبنائي هذه بعض الأعمال المهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طيب الآن أريد أن أسأل وأنتم بإذن الله عز وجل من سيجيب ما هو أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جيد أحسنتم بارك الله فيكم بناء مسجده صلى الله عليه وسلم طيب أريد أيضا بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم جيد وأيضا أحسنتم بارك الله فيك بارك الله فيكم أبنائي وبناتي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وقعت معارك وغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم منها من يذكرنا ببعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم جيد وأيضا ممتاز وأيضا ها بنائي ما زال هناك أحسنتم وأيضا ممتاز هذا الذي ذكرتموه بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر هذه الغزوة العظيمة كذلك غزوة أحد وأيضا غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق وأيضا غزوة فتح خيبر وأيضا أبنائي غزوة فتح مكة هذه يا أبنائي بارك الله فيكم بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم طيب من يعيد لي بعض هذه الغزوات جيد ممتاز طيب ممتاز طالب آخر ممتاز وأيضا أحسنتم وثالث ممتاز أحسنتم وأيضا أحسنتم أبنائي وبناتي بارك الله فيكم أجبتم فأجدتم أحسنتم طيب ننتقل الآن أبنائي وبناتي للتقويم وبه نختم درسنا بإذن الله عز وجل لهذا اليوم أبنائي وبناتي أريد منكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في غاية التركيز وأنتم تجيبون على هذه الأسئلة وأنتم بإذن الله عز وجل أهل لإجابتها الإجابات الصحيحة دعونا ننظر للسؤال الأول ما سبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نعم تريثوا جيد خذوا وقتكم في الإجابة وتذكروا السبب وقد أتينا على بياني هل أبدأوا بالعد؟ جيد واحد اثنان ثلاثة أحسنتم قلنا السبب يا أبنائي بسبب اشتداد أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فأمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة أحسنتم ممتاز بارك الله بكم هذا هو السبب طيب دعونا ننتقل الآن للسؤال الثاني ماذا لدينا في السؤال الثاني؟ ما أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة؟ من يجيب؟ أول عمل ممتاز طيب اذكروا بعض الأعمال التي قام بها النبي أحسنتم أيها الرائعون والرائعات بارك الله فيكم السؤال الثالث وبه نختم درسنا عدد ثلاثا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ها أبنائي من يجيب على هذا السؤال الجميل الرائع؟ جيد هذه واحدة جيد هذه الثانية أحسنتم وهذه هي الثالثة بارك الله فيكم أبنائي وفناتي إلى هنا أيها الرائعون والرائعات نكون قد وصلنا سويا لمهاية درسنا لهذا اليوم كم كان هذا الدرس في غاية الروعة وفيه تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وذكرنا سبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأيضا بينا وذكرنا بعض أسماء المدينة المنورة أيضا كذلك وأيضا ذكرنا من هو صاحب ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة وأيضا بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ألتقيكم بحول الله سبحانه وتعالى في درس آخر قريب وإلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته